شوفوا ما يقول واحد من خوطنا في الجنوب بعث لي رسالة دعونا نقرأ لكم بالضبط ما قال لي أستاذ دعونا لا نقوم بإمكانك الصورة أستاذ نحن من بلدية تيمياوين الحدودية الزيت تعدل وتع 5 لتر ب 150 ألف والبن 180 دينار والبطاطا 25 ألف للكيلو لكن الأشياء اللي نستوردوها من مالي والنيجر أرخص من التي تأتي من الجزار رانا عايشين من دولة مالي أستاذ والله وفقكم الله طبعا الأسعار في الجنوب وكلما تعمقت في الجنوب زادت الأسعار وقلت النوعية والأشياء اللي تتأثر بالحرارة تفسدها الحرارة في حين أن الجنوب يرقد على ثروات ذخمة غازية وبيترولية ومعادن وذهب ويرانيوم وخاصة مياه مياه اللي راهم يسعون إلى العبث بها راهم مستمرين دخلوا الآن شركات أمريكية بالإضافة إلى شركة فرنسية وشركة إيطالية راهم يناقشوا معاهم قضية الغاز السخري انتبهوا جيداً لموضوع الغاز السخري طامحات قاسمي خمس سنين وثلث سنين راه لتخويف أهلنا في الجنوب باش ما يعودوش يديرو لهم انتفاضة ضد الشركات اللي راه جاية تكسر المياه وتكسر البيئة باش يديرو خرجوا الغاز السخري اللي راه موعدين به الأوروبيين خاصة مع غاز بوتين لأوكرانيا واحتمال أن أوروبا تقطع نهائياً علاقاتها البترولية والغازية مع بوتين فهذه الدول تبحث على الغاز الآن من أي مكان وراهم بدأوا ودخلت هذه المرة كانت كان الشركة فرنسية واحدة مع شركة أمريكية اللي كانوا في السر يشتغلوا ولكن ما مش ينتجوا لكن يبحثوا يديرو في البروسبيكسيون إلى آخره المعلومات التي لدي الآن تقول بأن دخلت شركات أمريكية وإيطالية جديدة على المنظور فانتبهوا إخواننا في الجنوب وعسوا تنقلات هذه الشركات وانتمشوا تشوفوا بعض الماتيريال الخاص أو شوفوا خبروا إخوانكم واكتبوا حتى لا تتم هذه الجريمة في حق الجزائر والجزائريين